موضوع اللعب تحت السن ده بيبقى مطمنك انه يقدر يخش بسرعة مع الفريق ولا بيقوم محتاج وقت طيب في مصر يمكن شوية الموضوع بيحتاج وقت خاصة لما اللعب اللي تحت السن ده بيكون من جنسات مختلفة بيتحدث لغة مختلفة يعني يمكن لو لعب عربي شوية يقدر انه هو يتأقلم سريعا لكن فكرة ان انت بتجيب لعب افريقي لسه صغير في السن خبراته ومش اكبر شي ممكن في الدول المصري شوية اللعبة دي بتعاني خاصة لما تروح تلعب اهلي او زمالك عشان كان دايما انا وجهة نظري ان الجمهور محتاج يكون صبورة على اللعبين اللي تحت السن ان هنا في النهاية فكرة ان انت يكون عندك لعب عنده 19 سنة تقدر تعتمد عليه في الفريق الاول حاجة مش بنشوفها مع اللعبة المصرية كريمة اصلا فتبقى لك انت سايب بلده وجاي وعنده وست 19 سنة فطبيعي ممكن ما يخش في الاجواء بسرعة ما عندهش الشخصية دي لتدخله الشخصية ولما ياخد وقت الجمهور محتاج يبقى صبورة عليه لانه زي ما قلتلك اللعب ده عنده مساحة يتطور عنده مساحة يكتسب خبرات عنده مساحة يكتشف نفسه عنده مساحة يكتشف البلد اللي هو جاي يعيش فيها وزميله داي خليني سألك داي خليني سألك هل متيابة ظلم جماهريا هل متيابة ظلم جماهريا في النهاية حكم الجمهور دايما باللي بيشوفه داخل ارض الملعب يعني الجمهور مش محتاج انه هو يكون عنده النظرة بتاعة الادارة ان انا قعد اقول ده ممشور وعيب اه أنا لايب اللي بيحصل في ارض الملعب يعني متيابة لما لعب لقاء الاهلي وقدم مردود جايد جدا الناس اشهدت به في بعض اللقاءات التانية لما ما قدمش المردود المطلوب منه الجمهور ما كان عليه شوية من اللوم زي ما قلتلك جمهور الكرة دايما الحكم بتاعه حكم لحظي انت النهاردة عملت مطش كويس زي ناصر منسي كده عملت مطش ممتاز هشيلك فقراسي مطش بعد كده مش افضل شيء هاجمت بس انت شايف انه الصبر على متيابة كان ممكن يطلع سمار في المستقبل بكل تأكيد لان فوجة نظري الكيس بتاعت متيابة كمان مختلفة شوية لان انت بتعامل مع لعب دولي لعب هو نجم منتخب بلده ومنتخب بلده ممكن الناس بتتكلم انه منتخب اوغندا نوعا انه مش اقوى منتخب داخل الكرة افريقيا لكن الجيل الحالي المنتخب لاؤغندا جيل مميز جدا جيل احرج الجزائر جيل فز على غينيا مرة وتعادل معها او غينيا اللي تعادلت معها مرة بشكل انفس قدر انه هو يتعادل مع جنوب افريقيا في جنوب افريقيا بهدف لجنوب افريقيا في السنة الاخيرة فالجيل الحالي لاؤغندا هو جيل صعد بقوة بالمناسبة وده ممكن يظهر في كاس الأمم الافريقية الجاية فلما يبقى عندك لعب عنده 19 سنة يلعب دولي مع المنتخب بلده هو عنده 16 سنة هو نجم الجيل ويجي يلعب معاك ويتجربه في ماتشاط مهمة زي ماتش الاهلي ويزبط جدارة فاعتقد لا ان المتيبة كان محتاج فرصة وصبر اكتر من الزمالك عليه لانه زي ما قلتلك هو لعب في بلده يعني لعب اثبت نفسه لان لو انت بتتكلم على المنافسات الداخل افريقيا ايه اصعب حاجة تصفيات كاس العالم كاس امم افريقيا تصفيات المهالة الكاس امم افريقيا دي اصعب حاجة لما بتقابل اللعيبة اللي جاء من اوروبا اللعيبة اللي بتلعب في افضل مستوى لعب المباراة دي بشكل كتير جدا مع منتخب اغاندا وكان واحد من نجوم اللقاء ويكفي مباراة الجزائر اللي سجل فيها هدف وكان نجم منتخب اغاندا طيب